بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين في هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يبين مصداقا من مصادق الظالمين وهم الذين ينتهكون حرمة الأشهر الحرام فمع أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرام إلا أن هؤلاء يجوز قتالهم لأنهم انتهكوا حرمة هذه الأشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام الأشهر الحرام هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وسميت هذه الأشهر بالأشهر الحرم لتحريم القتال فيها لكن الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني بمقابل الشهر الحرام فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه لا يحرم قتاله بل يقاتل والحرمات قصاص يعني إنما شرعت مقاتلتهم لأن في الحرمات قصاص الحرمات جمع حرمة يعني ما يجب حفظه مثل حرمة الشهر وحرمة الحرام وحرمة الإحرام بل كل حرمة يجري فيها العقاب لو انتهكت كما أن الجروح قصاص فمن انتهك حرمه يقتص منه في نفس الشهر أو المكان الذي انتهكت حرمته ولذا يقاتل المحارب في الحرم وفي الشهر الحرام قصاصا فيصنع بالمعتدي ما صنع بالمسلمين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قابلوه بالمثل وعاقبوه على اعتدائه لا أزيد من ذلك لماذا الله تبارك وتعالى أطلق عليه كلمة الاعتداء مع أن هذا مو اعتداء وإنما هو رد الاعتداء الجواب هذا في الحقيقة ليس اعتداء بل هو جزاء الاعتداء ويختلف في ذاته عن الجناية لأن الجناية ظلم والجزاء عادل ولكن أطلق عليه الاعتداء من باب المجانسة والمشاكلة لأن هذا الجزاء مثل الجناية في الشكل والظاهر ولذا أطلق عليها الاعتداء وهذا من أساليب البلاغة في الكلام هذا مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها واتقوا الله فلا تتجاوز الحدود الشرعية في القتال والعقاب ولا تبالغوا في القسوة والانتقام واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أنكم منصورون لأن الله تبارك وتعالى مع المتقين فهو قادر على رد اعتداء المعتدين وإزالة أثر اعتدائهم فالتزامكم أيها المسلمون بأحكام الله وعدم تعد الحدود يوجب نصرة الله لكم في مقابل المعتدين فيأخذ الله تبارك وتعالى بأيديكم في الدنيا ويسعدكم في الآخرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كما أنه يجب الجهاد بالنفس كذلك يجب الجهاد بالمال وأنفقوا في سبيل الله أي في وجوه البر ومن أعظمها الجهاد فأن الجهاد يحتاج إلى النفس والمال فأنفقوا في تجهيز الجيش وهو من أعظم السبل إلى الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى الهلاك بترك الإنفاق للجهاد حتى يتسلط عليكم العدو وبعد السيطرة عليكم يسلبونكم قوتكم ومالكم وأنفسكم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يعني أحسنوا في إنفاقكم وجهادكم وسائر أموركم فهذه قاعدة عامة من المصاديق الإحسان في الإنفاق بل الإحسان في حالة الحرب حتى مع المقاتلين كعدم قطع الماء عنهم كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام في صفين والإمام الحسين في يوم عشوراء والإحسان مع الأسرى عبر إطعامهم وإروائهم ونحو ذلك فإن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين وهنا نكتة لطيفة وهي آيات الجهاد بدأت بعدم الاعتداء وأن الله لا يحبهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وانتهت هذه الآيات بالإحسان وأن الله يحب المحسنين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين